سيد خالد أود أن أنوح بآخر جملة في كلمة خدم حرمي الشرفين اليوم للمجموعة العشرين هذه الكلمة يتمناها كل إنسان على وجه الأرض مع هذه الجائحة قال خدم حرمي الشرفين إعادة الأمل والإطمئنان لشعوب العالم الآن أسواق النفط تبحث عن هذا الإطمئنان أسواق النفط تعيش مع هذه الجائحة مع هذه السنة الاستثنائية في قمة العشرين الاستثنائية تعيش أكبر صدمة للطلب على النفط في تاريخ صناعة النفط في المئة العام الماضية تتكلم هشاشة اقتصاد عالمي من العام الماضي فكيف الآن مع الجائحة المملكة هي أكبر داعم لاستقرار توازن أسواق النفط وبالتالي استقرار الاقتصاد العالمي لذلك لا بد قمة العشرين تتمخذ عن كل ما هو يهدف إلى مثل ما ذكر مليك سلمان استدامة الاقتصاد وأيضا استقرار الاقتصاد العالمي